السلام عليكم ازايكم عاملين يا رب الجميع يكون بخير معانا دلوقتي lesson 1 او تدريبات lesson 1 اللي هي تدريبات الدرس الاولاني في unit 6 اللي هي what's the weather like يعني كيف يبدو الطقس معانا دلوقتي السؤال الاولاني بيقول لي read and complete the text يعني اقرأ واكمل النص with words بالكلمات from the box اللي موجودة في الباكس اللي عندنا ده السؤال ده بنحله ازاي يا مستر بنحله عن طريق ان احنا بنترجم الكلمات الموجودة فوق الاول وبعد كده ندخل على التاكست بتاعنا ونحاول نحط الكلمة في مكانها المناسب يالله بينا يالله بينا live يعني يعيش cool يعني بارد بس مش بارد اوي يعني خد بالك cold بارد اوي دنيا ساعة لكن cool يعني بارد لطيف nights يعني الليل تمام او الليالي تمام night يعني الليلة و nights الليالي degrees اللي هي الدرجة مقاوية جيب استخدمها مع درجة الحرارة hot يعني حار او ساخن the climate يعني المناخ the climate المناخ في اين يعني في the desert desert يعني الصحراء of Egypt في صحراء مصر is يكون very special special يعني مميز مش حاجة عادية very يعني جدا very special يعني مميز جدا it has it يعني هي يقصد بها the desert سحراء has لديها very hot hot يعني ساخن very يعني جدا days days يعني ايام بيبقى فيها ايام ساخنة جدا يقصد هنا اليوم اللي هو الصباح يعني تمام and very cold cold يعني بارد very يعني جدا يبقى عندها ايام الايام بتبقى حارة وايه بقى باردة nights طبعا احنا عارفين ان الليل بتاع الصحراء بيبقى بارد والصباح بتاعها بيبقى very hot يعني ساخن when يعني عندما the temperature temperature اللي هي الدرجة الحرارة can من الممكن go يعني تذهب to zero degrees zero وهنا هنا بقى النقط اللي هي قصد بيها degrees يعني درجة الحرارة المقوية بتوصل للصفر this means نشيل بقى كلمة nights ونشيل كلمة degrees this يعني هذا means يعني ده معناه that and the people الناس هو الذين a in the desert الناس اللي اي بقى الناس اللي بتعيش the people who live in the desert يعيشوا في الصحراء try يعني يحولوا to keep ان هم يبقوا يبقوا a in the day day يعني the day يعني النهار تمام يبقى بيحولوا يبقوا ايه في النهار طبعا النهار بيبقى حار يبقى هما يحولوا يبقوا ايه cool يحولوا يبرضوا نفسهم in the day في النهار and warm يعني يحولوا يدفوا جسمهم at night يعني بالليل لان بالليل طبعا بيبقى cool يعني بارد تمام او cold بقى بارد بتوصل ل zero اوكي ندخل على السؤال اللي بعده اللي هو read and match يعني اقرأ ووصل السؤال ده بنحله عن طريق ان احنا بدي نمسك الجزء اللي على اليمين نترجم ه كويس وبعد كده ندخل نوصل الجزء اللي على الشمال بجزء العليمين طيب ان يعني في the desert يعني الصحراء ان يعني في the day لما يحط day ومع هذا يبقى مقصود بها النهار the day يعني النهار hot يعني ساخن summers يعني الصيف او يقصد بها فصول الصيف عشان جميعها ان ايجد في مصر a nice nice يعني لطيف variety variety يعني تنوع variety of weather تنوع للطقس in يعني في winter winter يعني الشتاء because لأن because معناها لأن it brings water it يعني هو brings يعني يجلب water الماء طيب ندخل بقى هنا على الجزء اللي على اليسار بيقول لأيجبت يعني مصر has لديها مصر لديها ايه لديها a nice variety of weather يعني تنوع لطيف أو تنوع كويس of weather للتقصي بأجي number one the 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 important important يعني مهم ليه بقى مهم because لأن it brings water بيجلب أو يحضر الماء it يعني هو it's very hot بصوا لما أجي أتكلم عن لما يقول it's hot لما يقول it's cool لما يقول it's cool في البداية كده أعرف أن فبدل ما أقول the weather أقول it على طول يبقى it's very hot هو يكون ساخن هو يقصد بيها الطقص هو الطقص يكون ساخن فين في الشتاء لا طبعا أم in the desert في الصحراء إمتى in the day في فطلة النهار we نحن have لدينا very very يعني جدا very ايه بقى very hot summers يعني فصول الصيف ساخنة in Egypt في مصر ودي طبعا in winter زيادة عشان يلغبطنا بس احنا ايه طبعا لا احنا مدادئين ومزكرين اوكي ندخل بعد كده على السؤال يعني قعد ترتيب الكلمات لكي تكون جمال صحيحة السؤال ده بنحله زي مصر بنحله عن طريق ان احنا بنترجم الكلمات الاول كويس وبعد نحاول نكون جملة كويسة في دماغنا وبعد نحاول كان بينها يلا بينا انا بتكلم بسرعة صح طيب احاول اهدي السرعة شوي green green يعني اخضر very يعني جدا which يعني اي او انهي جادة استفهام city يعني مجينة و is يعني تكون تمام which جي بستخدمها يعني في حالة سؤال لما يبقى في اختيار اقول لك مثلا which food انهي طعام which sport انهي رياضة which city انهي مجينة يبقى which city انهي مجينة يبقى which يجي بعدها الحكة اللي انا بسأل عنها على طول which city انهي مجينة is تكون very green يعني خضرائي جدا حلو yesterday يعني امس امبارح hot يعني ساخن was يعني can it يعني هو sunny يعني مشمس و and يعني where يبقى it هو وجي باستخدمها مع حالة جو it ايه بقى it was هو كان was الموجي بتاعت is يبقى it was هو can هو كان hot يعني ساخن and يعني where sunny مش ميس امت yesterday يعني امبارح او امس على حسب بس انا بحب استخدم اللغة العامية هو كده كده احنا في توصيل اللغة لما جي عايز مثلا ايه انت لغتش عندك لغة انجلش فانت بتركز على القواعد نظري بتركز على القواعد بتاعة اللغة اللي انت بتكلم فيها احنا اللغة بنشرح انجلش تمام طيب فطبعا انا مش هخلي بقواعد اللغة اللي هي اللغة الانجليزية لانجيل اللي احنا عايزين نتعلم انا مش بعلمك لغة عربية فمن وجهة نظري اني بحاول اوصل او توصيل اللغة اللي هي اللغة اللي احنا طبعا نشغالين فيها هي اللغة الانجليزية فبوصلها بابسط صورة ممكنة تمام فاوصلها ازاي بقى مش هكلمك لغة عربية او لغة عربية صحيحة اولا لاني انا طبعا مش ضليع في اللغة العربية جامد فممكن كده كده طبيعي ان انا اخل بقواعدها النقطة التانية ان انا عايز احاول ابسطها ابسطها ازاي بقى بابسط اللغة الانجليزية مش العربية لانا دي مش اللغة بتاعتي تمام اللغة بتاعتي هي اللغة الانجليزية فطبعا مش هخلي بقواعدها لكن اللي με اخلي به هي قواعد اللغة العربية فأنا عشان كده بتكلم اللغة العمية لان انا اولا مش مدرس لغة عربية فما عرفش اللغة العربية كويس النقطة التانية انا بحاول ابسطها للمتعلم اللغة الانجليزية بحاول ابسط له اللغة الانجليزية على قد ما اقدر فعشان كده تلاقوني ايه بكتب باللغة العامية وبتكلم باللغة العامية تمام طبعا ما احترامنا الشديد للغة العربية بس زي ما قلتلكم انا مش مدرس لغة عربية اوكي فانا بحاول استخدم اللغة العامية اللي انا عارفها واللي انتو عارفينها علشان وصل اللغة الإنجليزية بأبسط صورة ممكنة طيب ندخل دلوقتي على السؤال اللي بعده أترجم الكلمات important يعني مهم nail هو the يعني the y يعني لماذا is يكون هو هنا دلوقتي مفهومة بقى أنه هو عايز يقول لك لماذا يكون نهر النيل مهم لماذا يكون النيل مهم ليه النيل مهم طيب أعملها إزاي دي بقى هكتب why أداة الاستفهام لماذا لماذا يكون بعد أداة الاستفهام أحط الفعل المساعد أو الفعل أساسي الفعل أساسي بتاعي الفعل أساسي بتاعي لما يبقى verb to be هو الفعل المساعد وهو الأساسي فاستخدمه على طول why is لماذا يكون the nail اللي هو نهر النيل واخد بالي لما يبقى اسم أحط أول حرف منه capital why is the Nile important يعني important يعني مهم ندخل على بعده very very يعني جدا has لديه أو يملك the desert الصحراء climate يعني مناخ special يعني مميز فهمنا بقى كده فهمنا ان هو بيتكلم عن ان الصحراء عندها مناخ مميز جدا طيب اعملها ازاي دي يا مستر هكتب the desert the desert يعني الصحراء ما لها الصحراء انا كتبت الفعل اكتب الفعل على طولي الصحراء لديها has لديها لديها ايه very special climate special يعني مميز و climate يعني مناخ بصوا يا جماعة لما يبقى عندك صفة الصفة بتصف الاسم تمام الاسم هنا هو مين هو climate اللي هو المناخ فين الصفة بتاعته اللي هي special يعني مميز تمام هقوم جاي كاتب الصفة قبلي الاسم يعني ما اقولش climate special أو special climate حلو كده جميل طيب وعندي كلمة very very اللي هي جدا جدا دي جيل مين بتصف مين بتصف كلمة special لان هو عايز يقولك very دي مش للمناخ يعني فش حاجة اسمها مناخ جدا لا مناخ very دي جاية لمين جاية الكلمة special يبقى very special climate تيجي قبله قبل كلمة special يبقى very special climate يعني مناخ مميز جدا حلو كده 100 خش على اللي بعده كايرو كايرو اللي هي القاهرة doesn't doesn't يعني لا it يعني it يعني هو أو هي الحاجة غير العاقل حلو كده جميل طيب لما بتكلم بقى مسلا اقول لك ايه سخن ولا بارد يبقى هو هنا يقصد بيها مين الحاجة لغير العاقل انا بتكلم عنها الجاو يبقى الجاو offen غالبا ان يعني في ورين يعني طمطر حلوة اوي يبقى it يقصد بيها الجاو احنا هنا مثلا ايه في اللغة العامية يقول لك الدنيا بتطمطر الدنيا ما بتمطرش يبقى هنا it دي يقصد بيها الجاو او الدنيا تمام يبقى it هي ايه او هو ايه doesn't يعني لا doesn't لا ايه لا طمطر doesn't رين لا ايه لا طمطر بس في حاجة هنا انا وقعت فيها حقكم علي معلش خلاص بقى واحدة واحدة بقى ما تجوش علي جامد it doesn't هنا انا عنجي كلمة offen انا هنا نسيتها طيب offen جيل مفروض احطها فين احطها قبل كلمة رين قبل الفعل يعني هو رين يعني طمطر احطها بقى هنا يبقى it doesn't to offen يبقى جو لا غالبا يمطر يبقى offen احطها فين احطها قبل الفعل الفعل اللي هو رين اللي هي طمطر احطها قبله يبقى it doesn't to offen رين فين بقى in كايرو في القاهرة تمام تمام يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اللي هو بيتكلم عن ايه او ايه السؤال عبارة عن ايه عبارة عن choose choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة بيقول لي the niil اللي هو النيil brings يعني يجلب او يحضر بيجيب يعني the بيجيب a from يعني من the south the south يعني الجنوب بيجيب الايه النيل بيجيب المية خدوا بالكم نهر النيل بيمشي من تحت الفوق تمام يعني هو بيجيب طبعا احنا عارفين ان نهر النيل بدايته في بلد اسمها اثيوبيا فاثيوبيا دي تحت يعني في الجنوب مصر بيمشي في اثيوبيا ويمشي في السودان وبعد السودان بردو دي في الجنوب مصر وبعد كده يوصل اخر اخر محطة بيوصل لها او اخر بلد بيوصل هي مصر تمام فبيفضل ماشي بقى من تحت الفوق لغاية لما يوصل للبحر المتوسط تمام عشان كده هو بيقولك هنا يعني من الجنوب يعني بعد يعني بعد ما الدنيا تمتر ويكان احنا نقدر او نستطيع نرى نشوف ايه يعني في السماء بنشوف ايه اللي هو قوس قزح بيبقى باسمه ايه رينبو رينبو اللي هو قوس قزح طيب ندخل على بعده ون يعني عندما the wind يعني الرياح عندما الرياح blows يعني تهب very hard hard يعني جامد وvery يعني جدا لما الرياح تهب جامد جدا او بشدة there is يعني يوجد يبيب اللي بيتكون ده معناه ايه ان الرياح تبقى تهب بشدة ده اسمه ايه اسمها storm storm يعني عاصفة اوكي ندخل على السؤال بعده وين نحن were يعني نرتاجي codes يعني معاطف جامع معطف to a warm warm دافئ in winter يعني في فصل ايه في فصل الشتاء المعتف ده بيعمل ايه بيخلينا دافئين بيخلي جسمنا دافئين يعني ايه يخلي او يبقي يعني keep keep يعني نبقى نبقى warm دافئين السؤال اللي بعد لهو punctuation زي ما احنا عارفين بنبدأ اول حرف capital او capital اكبرها اكتر من كده ايه بينا هين جدي صح طيب what's خد بالك هنا عندك حرف لوحده الحرف لما يبقى لوحده اعرف ان هو محتوط اختصار تمام زي الاس هنا الاس دي اختصار كلمة is زا يبدو الطقس اشترك اشترك في القناة واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي ويسلم